صباح الخير او مساء الخير يا موليد برج الحوت وتعالوا نبدأ القراءة وان شاء الله بإذن الله تكون قراءة موفقة بإذن اللي ان شاء الله. برج الحوت طاقتك العاطفية انت عندك في الطاقة العامة والموت والموت. ممكن يكون انت في علاقة عاطفية حاليا ولكن في شوية مشاكل مع الحبيب لكنك بتحبه يعني انت بتحبه كل حاجة بس في شوية خناعات ومشاكل درب في الظهر شوية كلام يوجع يعني حوارات كده زي ما بيحدث يعني في العلاقات العاطفية. طيب احنا عندنا مشاعر الحبيب وشايفك ازاي وكمان شايف العلاقة ازاي ناوي او جواه نوياء ايه عايز يامل معاك ايه واللي هيصدره لك او الفعل اللي هيصدره ليك في خلال الشهر دول. مشاعر الحبيب ليك ايه برج الحوض الفايف اخ ساردوس. الحبيب زعلان منك شوية او حاسس بطاقة الهزيمة شوية برضو. شعر انك تعبو انت تعبو نفسيا على فكرة. اه هو بيحبك جدا جدا ده يعني حد شريك ومش ناوي اخداعك ولا اي حاجة لكن شعر بان انت بتلعبه. ممكن تكون يا برج الحد في الاوقات دي بتلاعب الشريك يعني بتودش مال وتجيبه يمين شوية بعدين طلع فوق بعدين نزله تحت. في الاوقات دي هو شاعر بانك بتلعب معاه لعب عقلية شوية يعني مثلا يبعط لك رسالة تشوفها ما تردش او بتقصد ان انت مثلا تعمل نفسك مش واخد بالك منه بتنشه الايام دي فهو مشاعره دلوقتي حاسس بانه تعبان منك. وهو يعني لو انتم مش بتتكلمه مش انفصاله على فكرة انا مش شعر انه هو انفصال يعني قوي ولكن ممكن يكون بس زعل انت قاطع معاه ومتديله خلص اللي هو التطنيشة يعني انت انت تطنيشه او مثلا اتكلم اهلا وسهلا ما تكلمتش مش هسأل مش هسأل عليك تاني مش انا اللي هقدم السابق خالص عشان نلاقي الحد ولا كلام ده ودي طاقة غريبة طبعا على برج الحوت. انا برج الحوت انه يعمل كده دي طاقة غريبة شوية. طيب اه هو دلوقتي حاسس بان كان في الطاقة الفرق فوند طاقة الفرح والانبساط والبهجة. ودلوقتي شاعر بانك بتلعب عليه. او ما خب حاجة. او مسلا بتعمل اه او فجأة تغيرت انت فجأة تغيرت. بقيت شخص تاني. يعني الشخص الجميل اللي كان هو متصور وبقى حد جميل ولزيز وكده لا لا لا. بقيت شخص تاني خالص. طيب. ليه كده يا برج الحوت طيب? انت ممكن تكون زعلان منه مسلا او حاجة زي كده. او انت قصد ان انت قصد ان انت توسله كده يعني قصد ان انت توسله الصورة دي. دايب انت عندك نزلك ذاتوار، ده زعلم منك قوي. لو انت بتفكر في احد فهو زعلم منك قوي. شوف بقى انت عملت معه اياه؟ بس ما اعتقدش ان انت عملت حاجا بحشا فيا برج الحوج. انت ممكن تكون بتردله حاجة. يعني مثلا زعلك فانت قلت له طب خلاص بقى خد بقى من افعالك. هو شايفك ايه ده شايفك العشر كبات. هو ممكن يكون شايفك ان انت مبسوط في حياتك. وسعيد. اه. شايفك ان انت قفلت معاه وروحت بقى حدة تانية. ممكن يكون شايفك انك اتجوزت مسلا او ابتديت علاقة جديدة. مسلا انت قطعت معايا برج الحود. انت قطعت معايا برج الحود. هذا الشخص وروحت العلاقة تانية او او منتظر علاقة تانية. في كل الاحوال ممكن تكون مرحتش العلاقة ولا حاجة لكن اه قفلت الموضوع. وعايش حياتك بقى دلوقتي. وهو شايفك ان انت مبسوط جدا. لو انت في علاقة زواج. وقطعت مع هذا الشخص ممكن يكون طرف تلت. انا شايفة في طرف تلت. شايفة فيه طرف تلت من عنده كمان. او من عندك. ممكن يكون انت الاتنين عندكو طرف تلت. لكن في كل الاحوال هو شايفة انت قفلت القصة. وعيشت حياتك لوحدك. ومش عايز من هذا الشخص اي حاجة. مش عايز حتى منه لا سلام ولا جلام ولا عايز اي حاجة. ده قفلت القصة تماما. ممكن تكون عملت له بلوك كمان. وقولت له ما تكلمنيش تاني وملكش علاقة بايه. انت عملت لهذا الشخص بلوك من عالفيس مثلا. هو مش عارف عنك اي حاجة. لو انت عملت له بلوك ومشيت تماما. واخست طريقا غير الطريق. فهذا الشخص شاكك بمليون في المية ان انت في علاقة. حتى لو انت مش في علاقة. فهو عنده اعتقاد بان انت دخلت في علاقة جديدة. تزوجت خطبت. اه لو انت بنت اتجوزتي او تعرفتي على حد جديد لانك افلتي خالص منه. ممكن تكون انت اه يعني افلتي. اه يعني افلتي خلاص افلتي العلاقة لكن ما دخلتيش في علاقة جديدة. ولكنه شايف وشاعر بكده. شاعر بان انت دخلتي الى علاقة جديدة. فهو شايفك في العشر كبيات. ياس. سري اف باندكلز. ايه طلعتلك كمان هي. او طلعتلك كمان بكلم دايما. على انه انسة اللي بتسمعني. اه هو شايف انه في طرف تالت. او انت اي روحتي ا او انت كمان روحت لحد تالت خلاص قفلته الموضوع كله وروحت لحد تاني. باب هو هو شايف العلاقة الزي. شايف العلاقة الاس اف ووند. هو هي اما شايف ان العلاقة بوزت مثلا. او انه شايف العلاقة فقدت الشغف بتاعها مثلا. هو بصراحة شايف يعني شايف العلاقة ان هي مثالية وكانت جميلة وكان فيها شغف وكان فيها حاجات حلوة كتير جدا بالزبط هو شايف شايفك ان انت كنت بوشين بصراحة بقى برج الحود هذا الشخص حتى تتقبل بقى من الكلام اهلا المسال شايفك ان انت كنت بوشين معا وش الجميل السمح بتاع انا شخص طيوب والجرحت كتير في الماضي والوش التاني انك بتهرب انت هربت من هذا الشخص يا اما هربت منه يا اما قفلت الباب مرة واحدة يعني انت كنت مثلا منييمه في العسل كده او انك اخذت القرار الرحيل مرة واحدة حتى ما دلتوش انظار ممكن تكون سبرت عليه كتير وفجأة رحت انسحبت من حياة هذا الشخص عملت له بلوك من كل حتة شاشوفك تاني في حياتي فهو شايفك ان العلاقة كانت حلوة جدا بس انت مشيت هو عايز يعرف انت مشيت ليه ممكن يكون هو كان بيعمل حاجات مش لطيفة او انت كنت شاكك في هذا الشخص شاكك فيه شاكك في تصرفاته مثلا كان بيعمل حاجات مش لطيفة معك او كده لذلك انت اخذت ديلك في سنانك وقلت ايه يا فكيك ومشيت وسبت له الجمل بمحامل هو شاكك ان انت كانت العلاقة الجميلة كان شاكك فيها حب وفيها اكتفاء واكتمال كل حاجة لكن انت اخذت القرار بالرحيل ومشيت فهو شاكك ان انت مشيت لحد تلك بامانة يعني ااا طيب هو بانيته ايه من داخله؟ وهو تعبان جدا برج الحود جدا هذا الشخص يعني ممكن يكون اعدان بيعملك معاملة مسلا انت شايفها مش سليم او كده ااا لكن هو في طقة el nine of sordes ااا م Stadahan بيعايز يسأل نفسه مليون سؤال اا ليه ماشي يا نهر ابيض يا برج الحود خلالة تلقي اف كابس حد ماشي اهو والفور اوف سردس بيفضل يفكر طول الليل شيت ليه ايه 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 يقول ليه برج الحوت عمل معايا كده ليه صدني ليه فجأة قفل البواف وشي وكأنني اه انا ما عملتش حاجة هو بيسأل نفسه كده انا عملت ايه عشان برج الحوت يعمل معايا كده ليه يمشي ويسيبني ويسيبي العلاقة فدا تعبان جدا انت عمله خرم في دماغه وعايزي كلمك ولكنه خايف خايف منك على فكرة جدا او خايف من الرفض وخايف ان انت ترفضه وهو عنده كرامة عالية جدا هزا الشخص فخلي بالك بقى لانه بيفكر كتير قوي وهو برضو بيدور عليك على سوشيال ميديا وما بيشوفش حاجة يعني هو كمان مش عارف ان ترتبط ولا لا بس هو شاكلك جدا ان انت روحت لعلاقة تانية ممكن تكون انت كنت تنفهمه مثلا انت مش هترتبط مثلا يعني او انت كنت بتحبه قوي وعمري ما يشوف حد غيرك وبعدين مش اكتبه هو برج الحود مش كده برج الحود مش كده برج الحود بالفعل لما بيحس حاجة بيقوله فانا لما حس مثلا مثلا ده لو انا برج الحود مثلا او حد برج الحود ما بيحس ان هو حب حد يقوله انا بحبك بس ممكن بكرا كراهاك مش مش تغيير لكنه زروف زروف اكبرتني ان انا كراهاك انت عملت واحد اتنين تلاتف لازم اكرهاك تعي بس برج الحود ما بيكراهش يعني المعنواتكو هو عايز يعمل معك ايه؟ في حقيقة الامر هو عايز يتكلم معك وعايز يجي يفهم عايز يجي يفهم ويحط النقط على الحروف زي ما بيقوله انت مشيت ليه؟ او انت دخلت العلاقة من الاول ليه لما انت هتمشي؟ طب وا 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 وكذا وكذا وبعد كده هو ممكن يقفل العلاقة من عنده ممكن على فكرة ده انا شك فيه ان الشخص ده يكون عايز يرد كرامته مسلا في نقطة ان انت فعلت العلاقة خلينا اشوف كده وهو هيرجع يتكلم معك انه احتمال فعلا يرجع يتكلم معك ولو انت عمله بلوك ممكن يعني يفضل منتظر انك تفك البلوك خلينا اشوف طيب هو راجع عايز ايه؟ لا ده 3 of cups او عايز ممكن تكون العلاقة دي مش علاقة حب يعني ممكن تكون علاقة كراش مثلا او حاجة وانت زهقت من هذا الشخص ومشيت هو الحقيقة هو عايز يفهم انت مشيت ليه بس هو انت زهقت اعتقد اختب استنى يا برج الحود ما نشوف لك انت مشيت ليه؟ انت مشيت فعلا عشان روحت علاقة جديدة او ولا مشيت لا يعني عايز توصله الدرس مثلا انت زهقت منه ولا ايه؟ ممكن تكون انت قفلت هذه العلاقة لانك مش شاعر فيها اه صح كده عيب بقى عيب يا جماعة انا كنت شكت فيك بص يا برج الحود انت قفلت هذه العلاقة اه هي كانت عجباك في الاول يعني شخص ده كان عجبك في الاول وكان عجبك الشخصية بتاعته ودخوله في حياتك وكنت عندك امل ان الشخص ده يكون مسلا غير الباقي مسلا يعني دخل حياتك اه طب ما اجرب المشكلة وبعدين فجأة حسيت بانه مثلا يعني هيبقى زي اللي فاته هيبقوا زي الناس اللي فاته اللي هو لأ ده هيجرحني ده هيديني بقى مقلب زي اللي قبله عمل حركات ممكن تكون شبه حركات حد من الماضي مثلا زي ما قلتلك اتباعات الرسالة ما يردش يجيب بالشهور تقوله لو سمحت مثلا تقوله مثلا انا بتدايق من انك بتعملي سين على المساجياتي يروح عامل كده وانت تقريبا ما بقاش عندك طاقة تحمل فقفلت العلاقة واتكهلتها الله فانت ظهر لك الفافف كابس انت ندمان على انك دخلت اصلا للعلاقة دي وبرج الحود لما بيندم على حاجة بيصلحها بسرعة من اكتر الابراج اللي بتصلح الامور بسرعة جدا لانه محبش يعيش في الامور الخسارة بصراحة شابو برج الحود انه ما بيحس ان الطرف اللي قدامه هيظلمه يروح قالب الترابيزة وماشي فانت تقريبا انت مش انت مش روحتش علاقة جديدة ولا حاجة انت بتدور على علاقة جديدة بتدور على حد تاني حد في بقى في بقى المواصفات اللي انت عايزها فهو احتمال يجي يكلمك او هيفضل يرقبك شوية وبعد كده هيجي يكلمك بس مش هيكلمك كلام حب هو بس عايز يفهم ايه اللي حصل على الاموم لو انت بتسأل هو عامل ايه هو فالنين اف بانتك هلز ده هو يعني دلوقتي في عزه يعني وحياته جميلة جدا ووصل لاعلى المراتب في شغله مثلا وكل حياته جميلة وقعد لوحده لو انت شكك ان هو ارتبط ولا حاجة لا هو قعد لوحده بياخد قرارات في حياته طب احنا عايزين نعرف برضو الشخص ده بيحبك ولا هو مجرد فقط لو تعبك مثلا ممكن تكون انت حترت معاه فمشيت هلانشوف اللي كده الشخص ده بيحبك ولا فقط معجب بيك شك انه هو يعني لا هو مش بيحبك بصراحة بأمانة هو مش بيحبك بس هو بيشعر معاك بالحاجات اللي هو نفسوحي السهل يعني ايه اكثر بالاكثر صدق بالاكثر وهو مش عايز يخسرك تمام او هو عايزك معاه مثلا لغاية حواله بتتعدل مثلا مثلا يعني هو مش جاهز الحب عموما هو عنده مشاكل كتير جدا في حياته مش جاهز ان هو يخش في اي علاقات ارتباط خالص دلوقتي بس هو عايزك معاه ممكن يكون شاعر معك بالطمأنينة بيحب وجودك مثلا لكنه كعلاقة حبه كده لا لا مش شاعر باي علاقة حب خالص هو بس متدايب انت صرفاتك هو اظهار كده يا برج الحوت فعلا انت مشيت واسبته لما لقيته مش ناوي على ارتباط فخلعت قلت له بقى خلاص شكرا انت زي ما قلتلك دخلت العلاقة على انها علاقة حب او هو دك ايحاء في الاول ان هو بيحبك لكن اكتشفت عكس ده تماما يعني طيب خلينا شوف لك كده برضو يا برج الحوت عشان ما سبكش برضو غرقان كده خلينا شوف لك اه في حد جاي لك كده ولا حاجة جديد اه مش من الماضي خلينا شوف حد جاي لك جديد ترجمة نانسي قنقر